صدر عن صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1442 للهجرة وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442 للهجرة تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد وليومين التاليين له وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية فيعوض عنه بتمديد العطلة يوما آخر